نروح لزميلنا في ملعب براء فاروق صلاح نتعرف منه على آخر الأخبار والأوضاع هناك إيه فاضل يا فاروق كل التحية لك كابتن أيمن وكل التحية لضيوفك الكرام كابتننا الكبير كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن الكابتن أسامة عرابي والكابتن هاني العجيزي من هنا من داخل استاد الجيش ببرج العرب السؤال الأهم اللي أكيد بيشغل بال كثير من متابعي وجماهير الناد الأهلي هو حالة ملعب استاد الجيش اللي أستضيف اللقاء عايزة طمنها كابتن أيمن وطمن كل جامعي الناد الأهلي ملعب النهاردة يعني ندر نقول جاهز تماما لاستقبال اللقاء مع التطوير الأخير اللي تم في استاد الجيش ببرج العرب وتغيير عملية الإصارف وعملية الشافت أيضا للمية كلها من الأمور المهمة جدا يعني اتكلمنا فيها مع مسؤولين للأستاد واستعدادهم لصدافة هذا اللقاء وأيضا تغيير نجيلة الملعب كلها من الأمور المهم ده الأمر الخاص بأرض الملعب واللي كان السؤال الأهم اللي بيشغل بال الكثير من الجميع من النقاط المهمة جدا عايزة يعني برضو كابتن أيمن تجديد النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيز والجاز الطبي على الاتخاذ الكافة الإجراءات الاحترازية دي كان لها كلام مهم جدا وجلسة من الكابتن سيد عبد الحفيز مع اللاعبين وكان يعني يشدد عليها خلال تواجدنا مع الفريق في مقر إقامة الفريق على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاتزام بالإجراءات المتبعة وأيضا الأمور المتبعة من خلال الجهاز الطبي للنادي الأهلي عايزة أكلمك أيضا النهاردة على نيدر نول مستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني وهو أن نحاول يوصل للجميع واللعبين أن أنا بركز فقط الآن في مباراة كأس مصر وبالتالي هو بيدفع بتسع اللاعبين من العناصر الندر نول العناصر الموجودة بصفة مستمرة مع الفريق الأول النهاردة بيدفع من اتنين من اللاعبين الناشئين نتاج قطاع الناشئين في النادي الأهلي عربي بدر في مركز الزهير الأيمن لعب وليد ألفين واحد طبعا الجامير عرف عربي بدر النهاردة أيضا أحمد نبيل كوكا وزي ما حضرتك قلت والكابتن سام عربي قال واحد من لعب المتخب مصر للشباب مع الكابتن الربيع سين النهاردة بدفع به في مركز خط الوصف بجوار حمد فتحي عايز يوصل مستر بيتسو مسماني الرسالة للجميع أنا تركيزي منصب في الوقت الحالي على مباراة كأس مصر عقب المباراة هيبدأ الكلام ويبدأ التحضير لمباراة كأس مصر هيبدأ عقب هذه المباراة هيبدأ التحضير لنهاء دور أبطال إفريقيا أمام الزمالك النقاط المهمة أيضا اللي كان لدينا كلام فيها مع الكابتن أحمد الكاس المدير الفني لنادي أبو قير الأسمدة أنه يعني عايز بيقول عايز أستغل شوية انشغال النادي الأهلي بمباراة الزمالك وتفكير النادي الأهلي في لقاء نهاء دور أبطال إفريقيا وأيضا وجود غيابات وإصابات وعايز أن أنا أحاول أعمل مفاجأ أمام النادي الأهلي طبعا يا فريق اسمد أبو قير بعدما أقصى نادي الانتاج الحربي في دور الـ 32 وأقصى نادي حرس الحدود في دور الـ 16 نهاردة بيموني النفس أمام النادي الأهلي لكن أنا عايز أقول لك كابتن أيمان لعبة النادي الأهلي كلها تركيز اللعيبة عندها تركيز شديد جدا في هذا اللقاء بطولة همة من البطولات المهمة جدا للنادي الأهلي النادي الأهلي عايز يكمل الموسم إن شاء الله بيه بطولة كأس مصر مع الدوري وأيضا بطولة أفريقيا أنا موجود معاك كابتن أيمان لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل موجود معاك شكرا جزينا للزميل العزيز فاروق صلاح